اشتركوا في القناة ويا ريتها بتستفيد حاجة غير حرق الوقت اللي فيكم سافر برا وشاف الشباب اللي عمرهم 16 و 17 سنة كلهم بيشتغلوا في الصيف ابنك هيتعلم إمتى يعتمد على نفسه ويفهم إمتى القرش وتزعله لما الحاجة تغلى نص جنيه إزاي وليه؟ حاجة غريبة تلك الأيام صراحة يا جماعة الراجل ده عنده حق أيوة بس صوته عالي قوي ده أنا كده مطيه الصوت بس بيعرف يتكلم قوي على الأقل بنعرف منه الأخبار اللي حصل وأنت أخينا إيه رأيك في الكلام اللي بيحصل ده؟ حلوة قوي والأكل حلوة قوي منك خصوصا للصوص عظيم بصراحة عندك حق وليلي بقى عملا إزاي؟ ولا مش أنت اللي عملاه؟ عيب عليكي أنا طبعا اللي عملاه وهقولك كمان يتعمل إزاي سهل جداً سوري يا أروة بدون أعطها كلامك بس عايز أقولك إن جوزك مالك في تغيير الموضية لما تبقى مش على مزاكه بس ليا أنا هقول إيه في الموضوع ده؟ أوكي؟ مزيع معروف إنه تحب يتفرج عليك بس أنا ماليش فيه خالص أنا أصدق آخر مرة شفته بصف اللي فات كنت في الساحل وكان ساحل أنا عطرة بيزة اللي جنبي إنت بقى آخر مرة شفت إنت مبارح لما جالك عشان القضية؟ إيه ده؟ هوه أنت بترعبني ولا إيه؟ يا راجل محد يرعب صاحبه ناس بوين عندي معرفته كان جايبهولي عشان يمسيك له القضية يقول له لا مش فاضي وخده وديه عنده عزل صبح وانت عملت كده ليه؟ ما انت عارف المكتب مش محدك زبايا ولا حاجة الحمد لله بقول له كصوص ده فضيئة حاجة آخر حلوة اي واحد تعاف آسف عالتأخير ده ملف القضية فيك هو الأوراق لحضرتك طلبتها لو عبد الحافظ ما جابوش ليه بنفسه؟ علشان ليسه شغال في المكتب هو انا ممكن احضر الجلسة مع حضرتك بكرة واستاذ؟ لا هتعرف تخرج ولا هتوه تاني؟ اه هعرف تحمد روح بدري عشان تنام بدري وتجيني المحكمة الصبح هل كنت سامع لي فيك كراميل فين؟ حيلا ممكن اسألك سؤال بتودي الأكل اللي بتاكله فين؟ أولا بأكل ده بس وجودك اللي فتح نفسي